اكد السيد عبدالله خالد النصار الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الاعلام ان العالم باسره يواجه تحديا مشتركا لا يمكن التغلب عليه الا بتعزيز الوعي المسؤول مشددا على ان هذا الظرف الاستثنائي المتمثل في انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم يعد مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع للحد من انتشاره والقضاء عليه واضح الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون ان وزارة شؤون الاعلام وبتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الاعلام انتجت خلال ثلاثين يوما منذ الاعلان عن اول حالة اصابة في فيروس كورونا في مملكة البحرين اكثر من خمسمائة تقرير اخباري ومائتين واربعين حصة تعليمية تلفزيونية وستين فاصلا توعويا للتلفزيون والاذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي لدى افراد المجتمع بجهود وزارات ومؤسسات الدولة والسبل الناجعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ما يؤكد الدور الوطني المسؤول الذي تلعبه الوزارة كاحد الخطوط الدفاع الرئيسية لمواجهة هذا التحدي العالمي واكد الوكيل المساعد ان هذه الارقام المتميزة تعكس حرص الوزارة بمختلف كواديرها البشرية والفنية على استمرار اداء الواجب الوطني المنوط بها بروح الفريق الواحد وفي مختلف المواقع والظروف لمواجهة هذا التحدي بالوسائل المتاحة كافة واشار الدوسري الى مشروع الحصص التعليمية المتلفزة على قناة البحرين الرياضية الثانية الذي اطلقته وزارة شؤون الاعلام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مؤكدا ان الوزارة سخرت اكثر من خمسين فنيا من كواديرها البشرية واربع من استوديهاتها العاملة بتجهيزاتها الفنية الكاملة لتصوير الحصص التعليمية ويعمل فنيوها بالتضعاضد مع كوادير وزارة التربية والتعليم حتى الان لانتاج المزيد من الدروس التعليمية ووصلت حتى الان الى اكثر من مئتين واربعين درسا وتوجه الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون بخاص الشكر والتقدير لسعادة وزير شؤون الاعلام على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الاذاعة والتلفزيون من سعادته لأداء مهامها الوطنية على الوجه الاكمل ولجميع وزارات ومؤسسات الدولة على تعاونهم الكبير وجهودهم الوطنية المقدرة مؤكدا ان ما تقدمه وزارة شؤون الاعلام عبر اثير اذاعاتها وموجات قنواتها ما هو الانعكاس للجهود الوطنية الدعوبة التي تواصل الليلة بالنهار في كل بقعة من هذا الوطن العزيز لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة اشتركوا في القناة نطاق شموليتها في تناولها وتبيانها لمتنوع الاجراءات والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية المعنية وسارعت نحو تطبيقها لمكافحة والتصدي لخطر داء كورونا المستجد حرصا منها على صحة كل نفس بشرية تعيش بسلام تحت سماء ارض الخلود المعطاء فخلال ثلاثين يوما وبتوجيهات سديدة تكفل بالاشارة الى تنفيذها سعادة وزير شؤون الاعلام علي بن محمد الرماحي انتجت وزارة شؤون الاعلام ما يزيد على خمسمائة تقرير اخباري وايجابية العائد من انتاج مائتين واربعين حصة تعليمية تلفزيونية لطلبة المدارس في منازلهم اضافة الى ستين فاصلا توعويا للتلفزيون والاذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي هادفة بذلك الى تعزيز الوعي لدى افراد المجتمع بجهود وزارات ومؤسسات الدولة والسبل الناجعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد تسعة عشر لتؤكد حجمها الكبير والمسؤول كأحد خطوط الدفاع الرئيسة لمواجهة هذه الجائحة التي باتت حديث الكرة الارضية انتقت حصيلة ما تم ذكره سابقا لم يكن لولا جهود من يرون في موقع عملهم وطنا يحمونه ويحافظون عليه بالحرف والكلمة لمواجهة هذا التحدي الوبائي بالوسائل المتاحة وبالإمكانات البشرية المؤهلة والفنية المتطورة منها البحرين وكل من تطأ قدماه أرضها فوق كل اعتبار لتلفزيون البحرين محمد رشيدات